مساحات الأرصاد الجوية ترتقي بنسبة رطوبة عالية خلال صباحة الغد على سواحل الغربية والوسطى تبقى الأجواء مشمسة خلال النهار نحو سواحل الغربية قليلة سحب بسواحل الوسطى بينما نحو سواحل الشرقية ستشهد بعض الأمطار المحلية الأمطار ستكون على شكل زخات رعدية بنسبة للمرتفعات الوسطى ومنطقة الأوراس وهذا خلال الظاهرة ستزداد غزارة على المناطق الشرقية خلال أواقر النهار الرياح أيضا ستشتد خلال ظاهرة الغد نحو سواحل الوسطى وكذلك الغربية جنوبا أجواء مشمسة من شمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى وتنتشر بعض الصحب الركامية التي تبقى بدون فعالية نحو مناطق أقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد بإنيلا سنسجل أدنى مقياس بالبيض بـ 18 درجة في حدود 19 درجة بوهران كذلك بتلمسان بقسنطينا الحرارة الدنيا أيضا ستصل إلى 21 درجة بالعاصمة بغليزان بباتنا 22 درجة ستكون كعلى مقياس شمالا بسكيكدا وعنبا أما جنوبا لن تتعدى 19 درجة فقط بتندوف حدود 23 درجة ببشار 28 درجة بشمال الصحراء وترتفع إلى 30 درجة بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب فيما لن تتعدى 24 درجة بكل من ثمن راسة واجانات خلال ظاهرة الغد الحرارة القسوى ستقارب 29 درجة فقط بوهران بسكيكدا بعنبا 28 درجة كانت مقياس بقسنطينا 38 درجة بتزيوزو والبيض أعلى مقياس 34 درجة بغليزان جنوبا 36 درجة منتظرة بتندوف 38 درجة ببشار بسكرا ورقلا وتمن راس وترتفع إلى 40 درجة بشمال الصحراء لتقارب 45 درجة كعلى مقياس بكل من الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد سيكون جميل لقليل الاتراب نحو سواحل الوسطى والشرقية الرياح ستكون ضعيفة خلال الصباحة لكن ستصبح معتدلة بسواحل الوسطى والغربية خلال الظاهرة قد تشتدي لغاية 50 كم في ساعة تتناد من تيارات شمالية شرقية تدور إلى شمالية غربية بسواحل الشرقية ترجمة نانسي قنقر